الصورة الأولى موجودة في صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة كما هو معروف كتاب فرض الخمس الباب الأول باب فرض الخمس صفحة 548 في الحديثين 3092 و3093 بسند البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة عليها السلام عليها السلام موجودة في صحيح البخاري إنني أقرأ النص كما هو أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدق فغضبت فاطمة منت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت هل أبو بكر أعلم من فاطمة أبو بكر من مجموعة الصحابة الذين مدحوا وذموا ومرت الآيات التي قرأتها عليكم في الجزء الأول من هذه الحلقات حيث تلوت عليكم من الكتاب الكريم الآيات التي تحدثت عن أسئلة الصحابة والتي تكشف عن قليل علمهم وعن قليل عقلهم في الوقت نفسه عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما سألوه إلا أسئلة محدودة فقارنوا هذا مع علي الذي يقف في الناس ويقول لهم كلمة لا يستطيع أحد أن يقولها إلا هو سلوني قبل أن تفقدوني أين هذا من هذا ما عند علي عند فاطمة بحسب آيات المودة والمباهلة والتطهير بحسب الأحاديث الصحيحة التي جمعت بين الكتاب والعترة من دون أن يتفرق حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على الحوت فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر لو كان أبو بكر على حق هل تهجره فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين في الدنيا وسيدة نساء الجنة في الآخرة نحن نقرأ في كتاب فضائل أصحاب النبي إنه الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله صفحة 656 بعد العنوان مباشرة إنه قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفي الحديث 3714 عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني هذا الكلام في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله فمن أغضبها أغضبني فغضبت فاطمة بنت رسول الله هذا هو البخاري هو الذي يثبت هذه المضامي فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت هل كانت فاطمة كاذبة هل كانت فاطمة جاهلة هل كانت فاطمة لا تعرف الموقف الشرعي من الميراث أو مما ترك رسول الله هل كان النبي يعلم أبا بكر ولا يعلم عليا وفاطمة هل هذا الكلام منطقي فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني إنني أقرأ من البخاري نفسه ومن كتاب المغازي من كتاب المغازي من الباب الأربعين باب غزوة خيبر صفحة سبعمية وخمسة واربعين الحديثان أربعة آلاف ميتين واربعين أربعة آلاف ميتين وواحد واربعين بسنده بسند البخاري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام هذا في صحيح البخاري أنني أقرأ نص الحديث أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله فهل كانت فاطمة التي هي سيدة نساء الجنة تريد أن تعمل بخلاف ما كان يعمله رسول الله فاطمة التي هي أم أبيها فاطمة التي هي روح محمد التي بين جنبيه فاطمة التي من أغضبها فقد أغضب محمدا صلى الله عليه وآله ومن آذاها فقد آذا محمدا قرأت هذا الحديث عليكم في الحلقة الماضية من صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها هكذا قال صلى الله عليه وآله بحسب رواية صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت وجدت إنها غاضبة واجدة غاضبة لكن البخارية يحاول أن يستعمل إلى الألفاظ التي تخفف من قوة الصورة فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا لماذا؟ لأنها هي التي أوصت بذلك ما أرادت أن تصلي هذه الأمة عليها لقد هجرت هذه الأمة فاطمة خرجت من الدنيا غاضبة على هذه الأمة ومن غضبت عليه فاطمة فإن رسول الله قطعا سيكون عليه غاضبة فلما توفيت دفنها زوجها علي الليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها لم يؤذن بها أبا بكر لم يخبر بخبر وفاتها وما صلى عليها وهو الخليفة ما صلى عليها لأن فاطمة هي التي أوصت لا تريد من هذه الأمة ابتداء من أبي بكر وانتهاء بآخر واحد من هذه الأمة ما كانت فاطمة تريد أن يصلي عليها أحد من هؤلاء صلى عليها علي في جمع قليل رواياتنا ذكرت أسماءهم لا أريد أن أخوض في التفاصيل سأبقى بحدود هذه الصورة التي أنقلها لكم من صحيح البخاري كتاب الفرائط الباب الثالث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نور ما تركنا صدقة هذه من أكاذيب سقيفة بن ساعد لكنني لا أريد أن أناقش هذه الأكاذيب إنما أنقل لكم هذه الصورة الحديثان ستالاف سبعمية وخمسة وعشرين ستالاف سبعمية وستة وعشرين الكلام هو فاطمة تطالب أبا بكر بحقوقها فرفض أبو بكر أن يعطيها حقوقها فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت هذا هو موقف فاطمة أنا أسأل السنيين هذا الموقف من فاطمة كان صحيحا أم لم يكن صحيحا إذا كانت فاطمة سيدة نساء العالم في الدنيا وكانت سيدة نساء الجنة في الآخرة بحسب أحاديث البخاري وإذا كانت فاطمة إذا ما غضبت فإن رسول الله سيكون غاضبا وإذا كان الذي يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله وإذا كانت فاطمة هي عين القلادة في آية التطهير وهي العنوان الأول في القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وهي التي باهل النبي الأعظم بها مع أهل بيتها أبناء أبناء وأبناء وأبناء أبناء أنا إنهما ابن فاطمة حسن وحسين ونساء 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 جنبي هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله وأنفسنا وأنفسكم إنه علي فحينما كان موقف فاطمة من أبي بكر هو هذا من هو الذي على الحق أبو بكر أم فاطمة بعيدا عن التعصب للتسنن والتعصب على التشيع الذي يحدثكم يرفض تشيع النجف ويكفر بتشيع النجف ويكفر بالتشيع الطوسي من أوله إلى آخره مثلما أكفر بما جاء عن الصحابة أكفر بما جاء عن المراجع الطوسيين المجموعتان تخالفان دين الله الحقائق بين أيدينا واضحة واضحة جدا في هذين الحديثين العباس جاء يطلب ميراثه من رسول الله وفاطمة جاءت تطلب ميراثها من رسول الله يطالبان أبا بكر وأبو بكر يقول من أن النبي قال لا نورث افتراء على رسول الله في الباب نفسه صفحة 1191 رقم الحديث 6730 بسند البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسأنه ميراثه فقالت عائشة أليس قال رسول الله لا نوره ما تركنا صدق العباس لا يعرف بهذا الأمر فاطمة لا تعرف بهذا الأمر علي لا يعرف بهذا الأمر لأنه شهد لفاطمة الحسن والحسين لا يعرفان بهذا الأمر خواص الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذار لا يعرفون بهذا الأمر نساء النبي لا يعرفن بهذا الأمر هذا أمر خاص بأبي بكر هل هو من أسرار اللهوت كيف أن كل هؤلاء لا يعرفون هذا الأمر ولا يعرفون حكم الميراث هل هذا الكلام منطقي هذه حقائق السنيون يقفزون عليها بالضبط مثل ما يفعل أتباع المراجع الطوسيين أتباع المراجع الطوسيين يسمعون الحقائق من قناة القمر من المصادر وبالوثائق ويجدون حقيقتها بعقولهم إذا كان عندهم من عقول لكنهم يرفضونها يرفضونها لأنها تسيء إلى صورة عجلهم إلى صورة صنمهم ما إن يتحدث متحدث من عمائمهم ولو كان يضرط من فمه يقبلون كلامه ويعتبرونه وحيا فيما بينهم وبين أنفسهم لا يصدقونه لكنهم يجدونه يحافظ على صورة عجلهم وعلى صورة صنمهم الحكاية هي الحكاية مع السنيين الحقائق واضحة أدنى تأمل يوصل الإنسان إلى الحقيقة لكنهم لا يريدون شيئا يسيء إلى صورة عجولهم يسيء إلى صورة الأصنام التي يقدسونها الحكاية هي الحكاية ضلال السنيين بصحابة كضلال الشيعيين بالمراجع الطوسيين اللعنى الحكاية هي الحكاية سلمنا من أن النبي قال لا نور ما تركنا صدقة والرواية تنقلها عائشة تحتج على نساء النبي حينما أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله هكذا قالت عائشة أقالت هذا أم لم تقل بحسب البخاري قالته عائشة صفحة 1293 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إنه الباب السادس عشر باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدين إلى آخر العنوان العنوان طويل صفحة 1293 رقم الحديث 7328 وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحبي على أي أساس تستأذن عائشة إذا كان النبي لا يورث على أي أساس تستأذن عائشة في قضية التصرف ببيت رسول الله عائشة بقيت في بيت رسول الله فعلى أي أساس تستأذن عائشة أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحبي يعني مع رسول الله وأبي بكر فقالت إي والله أذنت له قال الذي يقول هشام عن أبيه وكان الرجل من الصحابة وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا هل هي مالكة لهذا المكان كيف ملكت المكان هذا البيت لرسول الله كيف ملكته عائشة وهي التي تتصرف فيه ألم يقل أبوها وهي أيضا قالت من أن رسول الله قال لا نور ما تركناه صدقة ما هو هذا الذي كان يجري على أرض الواقع بيت النبي بحسب القرائن التعريخية بحسب القرائن التعريخية مساحته لن تكون أكثر من 300 متر 300 متر مربع هذه الحاسبة 300 متر مربع نساء النبي زوجات النبي عددهن تسع والنبي توفي وعنده بنت فاطمة فسهم الزوجة في الميراث مع وجود البنت هو الثمن نقسم 300 على ثمانية 300 تقسيم ثمانية الناتج 37 وثلاثين فاصل خمسة متر مربع نقسم هذا المقدار على تسعة فعدد نساء النبي تسع تقسيم تسع حصة الواحدة أربع أمتار فاصل واحد هذا هذا هو التسع من الثمن لما جاء الحسين وبن هاشم بجنازة إمامنا الحسن بعد أن قتل مسموما إلى مسجد النبي عائشة رفضت وقالت لا أدخل أحدا في بيت هذا بيت ابن عباس عبد الله ابن عباس ماذا قال لها وكانت قد خرجت وقطعت الطريق على بني هاشم راكبة على بغلة ابن عباس هكذا قال لها يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت تجملت في واقعة الجمل والآن أنت تركبين البغلة تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت وربما في يوم من الأيام ستأتين نا على فيل ولو شئت تفيلت لك التسع من الثم وبالكل تملكت لك التسع من الثم الجميع كانوا يعرفون من أنها تملكت فكيف تملكت الدليل هذا عمر يطلب الإذن منها كيف تملكت والنبي بحسب ما قال أبو بكر وقالت هي أيضا حينما أردنا نساء النبي أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثه من رسول الله فكيف تملكت بالكل حتى إذا افترضنا أن مساحة بيت النبي كانت خمسمائة متر ولم تكن كذلك بحسب هذه الفرضية خمسمائة متر مربع نقسمها على ثمانية لاستخراج الثم حصة الأزواج اثنين وستين فاصلة خمسة متر مربع نقسم هذا على تسعة فعدد نساء النبي تسع حصة الواحدة ست أمتار فاصلة تسعة هذه المقادر حتى لا تكفي لنومها فكيف تحكمت بالبيت كله ومنعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته هذا بيت فاطمة وينتقل إلى أولادها بعد استشهادها بعد أن قتلت فاطمة فميراثها ينتقل إلى أولادها وزوجها إلى علي والحسني والحسين وزين أليس هكذا هي الأحكام إذن كيف تملكت عائشة ولم تتملك فاطمة من هو الظالم ومن هو المظلوم يا أيتها الأمة الظالمة هذه فاطمة هذه فاطمة هذه البنت الوحيدة لنبينا صلى الله عليه وآله هذه أم أبيها هذه سيدة نساء الجنة هذه التي من آذاها فقد آذا رسول الله هذه صورة موجودة في البخاري فأنا لا أقرأ من كتاب شيعي ولا من كتاب من كتب الخوارج ولا من كتب البوذيين هذا صحيح البخاري هذه النصوص هذه النصوص موجودة في صحيح البخاري لماذا تخفزون على الحقيقة هذه الصورة أين تضعونها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر